وزي ما احنا متعودين إن آخر درس معانا في المفهوم بنجمع فيه كل الأدلة والمعلومات اللي خدناها على مدار المفهوم عشان نقدر نكتب تفسير علمي لأي سؤال يتسئل لنا يخص كل اللي شرحناه في المفهوم قبل كده يعني مثلاً عرفت معنى الوقود وأنواعه وعرفت كمان إن الشمس بتعتبر المصدر الرئيسي لكل أنواع الوقود فهتجاوب بإيه لو حد سألك هو إيه أصلاً مصدر كل الوقود اللي بنستعمله في كل يوم في حياتنا تعال نفترض فعلاً زي ما قلنا إن الشمس هي المصدر الرئيسي لكل أنواع الوقود طب وإيه الدليل من كل اللي شرحناه قبل كده عن الكلام ده الدليل إننا لقينا إن الوقود الحفري بيقعد ملايين السنين عشان يتكون وإننا كمان بنستهلكه كتير جداً أسرع من الوقت اللي نقدر نعوض اللي استهلكناه فيه وعرفنا كمان إنه بيتكون من تحليل بقايا النباتات والحيوانات اللي ماتت يعني واللي أصلاً عاشت كتير جداً على سطح الأرض وطبعاً النباتات دي احتاجت الشمس عشان تقدر تنمو وتعيش وكمان الشمس ساعدت إنها تتحلل المهم النباتات والحيوانات دي بعد ما تحللت واتدفنت في الأرض اتحولت بالراحة وبعد ملايين السنين إلى وقود حفري أيوة بالزبط الوقود الحفري ده اللي قلنا قبل كده إننا بنستخدمه في العربيات وإننا نولد منه الكهرباء اللي بنحتاجها في الأجهزة اللي في بيتنا أو معدات بنستخدمها وللإجابة عن السؤال بتاعنا إيه هو مصدر الوقود اللي بنستخدمه في حياتنا اليومية؟ هنقول إيه؟ هقولك إن الوقود الحفري بيتكون من تحلل النباتات والحيوانات اللي عاشت على سطح الأرض ملايين السنين ويبقى كده الشمس فعلا مصدر أساسي لكل أنواع الوقود وكمان الوقود ده زي الفحم والنفط والغاز الطبيعي بنستعمله في وسائل المواصلات وكمان بنستعمله إننا ندفي به البيوت وأهم حاجة بنستعمله عشان نولد الكهرباء وبكده يكون الوقود بيستخدم في كل حاجة في حياتنا اليومية طب ما تيجي بقى نرجع مع بعض كل اللي عرفناه وتعلمناه على مدار المفهوم كله قلنا إن أي مادة بتتحرق وبتطلع حرارة يبقى اسمها وقود وإن الوقود ده ليه نوعين نوع اسمه الوقود الحيوي والنوع التاني اسمه الوقود الحفري الوقود الحيوي ده مصنوع من النباتات اللي بنزرعها زي الأخشاب والأعشاب والدرة أما بقى الوقود الحفري فتكون من بقايا الكائنات الحية اللي عاشت على الأرض ملايين السنين زي الفحم والغاز الطبيعي والنفط والوقود الحيوي مصدر طاقة متجددة لإنه هيفضل موجود طول ما احنا بنزرع أما بقى الوقود الحفري فيعتبر مصدر طاقة غير متجددة وده لإنه بيخلص أول ما بنستعمله وبيقعد كتير جدا على ما نكون الجديد منه وقلنا كمان إننا نقدر ناخد طاقة من النفط والمية وعرفنا كمان إن تركبهم مختلف عن بعض فعشان كده هم عمرهم ما يدخلطوا في بعض وإن النفط يعتبر من مصادر الطاقة غير المتجددة وده لإنه بيقعد ملايين السنين عشان نعوض اللي استهلكناه منه أما بقى المية فهي من مصادر الطاقة المتجددة موجودة على طول يعني وإننا نقدر نحافظ على النفط لو استعملنا وسائل النقل العام بدل السيارات الخاصة بتاعتنا أما المية فنقدر نحافظ عليها لو زرعنا النباتات في الأراضي الخلفية اللي وراء يعني عشان الأراضي دي مش بتحتاج مية كتير وعرفنا كمان إن الوقود مهم جداً في حياتنا فاحنا بنستخدمه عشان نولد الكهرباء وبتتحرك بيه العربيات وبيساعدنا في تسوية الأكل ولكن للأسف ليه عيوب فلما بنيجي نحرقه بيطلع غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيلوس الهوى وكمان بيكون الأمطار الحمضية وبيتسبب في حدوث الاحتباس الحراري لإن غاز ثاني أكسيد الكربون ده بيخلي درجة حرارة الأرض ترتفع وعرفنا إن المدن فيها تلوث أكتر بكتير من القرى وده لإن فيها عربيات ومصانع كتيرة جداً فبيحرقوا وقود كتير علشان ياخدوا منه طاقة والمصانع كمان بتستخدم مواد كيميائية بتلوث الهوى والمية وعرفنا إننا نقدر نحافظ على الوقود الحفري لو استعملنا العجل ومشينا المسافات القصيرة بدل ما بنركب على طول ونطفي نور القوضة لما نخرج منها وإننا نحاول نستعمل مصادر الطاقة المتجددة زي الميا والرياح والشمس أكتر من المصادر الغير متجددة زي الفح والنفط والبنزين وبعد كل اللي درسناه وعرفناه ده ما تيجي نحل مع بعض شوية أسئلة نشوف هل فهمنا كل اللي فات وذاكرناه كويس ولا لأ أول سؤال معنا من مصادر الطاقة غير المتجددة المية ولا الخشب ولا النفط ولا العشب عليك نور النفط تاني سؤال معنا كل اللي جاي من أضرار الأمطار الحمضية ما عدا حاجة واحدة موت الأشجار ولا الاحتباس الحراري ولا تلويس المية ولا تفتت السخور كل اللي قلناه ده من أضرار الأمطار الحمضية فعلا ما عدا الاحتباس الحراري ده مشكلة تانية الواحده أصلا تالت سؤال معنا يمكن إنتاج الإيثانول من إيه؟ بالضبط إما من أصب السكر أو من الدرة رابع سؤال هل يعتبر الإيثانول من أنواع الوقود الصلبة؟ ها؟ غلط طبعا الإيثانول ده وقود سائل طب آخر سؤال هل قطع الأشجار على طول ما بيدرش بالبيئة؟ لأ طبعا القطع ده وتدمير الشجر بيدر بالبيئة وبس كده أشوفك الفيديو الجاي مع مفهوم جديد خالص سلام ترجمة نانسي قنقر